نقل سعد الله صباحك صباح الخير صباح الخير زملائي عبد العزيز وبنان أهلا ومرحبا بكم وبكل مشاهدين صباح السعودية طبعا نحييكم من هنا من المدينة المنورة عاصمة السياحة الإسلامية والتي تشهد حراك ثقافي يتمثل في المتمرات والندوات وأيضا ورش العمل ونحن متوجدون هنا في المدينة المنورة وتحديدا في جامعة طيبة وفي ورشة عمل عن الحرات والمخاطر الوركانية بمنطقة المدينة المنورة سنتعرف أكثر على هذه الورشة من خلال الدكتور عبد الله عمر باموسى رئيس قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة طيبة صباح الخير دكتور صباح النور أهلا سهلا طبعا نحن سعداء جدا أن نكون معكم في هذا الصباح الجميل وأن تكون كاميرا الصباح السعودية في هذه الفعالية فنتعرف على هذه الورشة أكثر أهلا وسهلا الورشة هي يعني عن الحرات الوركانية ومخاطرها وطبعا زي ما تعرفين المدينة المنورة تغطيها الحرات في الجهة الجنوبية الشرقية وتكونت يعني قبل حوالي أكثر من مليون سنة وآخر واحد فيها يعني تكون هو الوركان التاريخي في القرن السادس الهجري وذكر في كتب السير وبالتالي يعني فيها بعض الأشياء اللي ما زالت تحتاج درابة شكل خطورة على المواطنين أو من ناحية البناء ومن ناحية التمدد العمراني دكتور طبعا أكيد هذه الورشة تنطلق من أهداف أو من جملة أهداف التي نتعرف عليها والله الهدف هو يعني جامعة الملك عبدالعزيز مثلتا في مركز هذه الورشة تنظم بين جامعة الطيبة وجامعة الملك عبدالعزيز فطبعا هم درسوا هذه الحرات لمدة ثلاث سنوات وهم أحبوا أنه يعني يعرضوا النتائج للمختصين والمسؤولين في المدينة منورة حتى يعني يراعوا المخاطرها طبعا أكيد أن هذه الورشة فيها مشاركين من المشاركين في هذه الورشة؟ المشاركين هم مركز بحاث المخاطر في الجيولوجية في جامعة الملك عبدالعزيز وقسم الجيولوجية طبعا من الهجاف الرئيسية من خلال هذه الورشة ومن المستفيد منها؟ المستفيد منها هو المجتمع المحلي من سواء دارة السكان أو الأمانة أو الدفاع المدني والجهات الأخرى الذات العلاقة هي التطوير المدينة وغيرها من الجهات أيضا العسكرية حتى يعني إيش يراعى معرفة تواجد هذه المخاطر الموجودة في الحرات طبعا جهات كثيرة تشاركت تطنعها كلها إسماء والمستفيدة من هذه الورشة؟ والله هي حوالي أكثر من أربعين جهة يعني وزارة الزراعة الأمانة قيادة المنطقة حرص الحدود الحرص الملكي الحرص الوطني الدفاع المدني وغيرها كثير يعني حقيقة لا وزارة الإسكان أيضا فيعني كثيرة حوالي أكثر من أربعين جهة التلفزيون طبعا والإذاعة طبعا هل نجينا هنا بنعضد هذه الجهود الرائعة طبعا بالنسبة للورشة يوم واحد أو عدة أيام؟ هي الورشة المحاضرات يوم واحد واليوم الثاني نتعرف على برنامج الحفل البرنامج الحفل طبعا بعد الافتتاح وكلمة مدير جامعة الملكة عبداليز الدكتور اليوبي وكلمة مدير جامعة الطيبة عبداليز السراني حيكون فيه كلمة لمدير مركز المخاطر الدكتور فيصل القحطاني ثم بعد ذلك تبدأ المحاضرات العامة محاضرة عن جيولوجية المدينة سوف أقدمها أنا إن شاء الله تعالى وأيضا فيه محاضرة يقدمها الدكتور رشاد مفتي عن البراكين بعدين سيكون فيه استراحة بعدين بعد الاستراحة سيكون فيه عرض النتائج البحث وبعد ذلك سيكون فيه استراحة أخرى في الظهر وبعد ذلك سيكون فيه مناقشة وتوصيات والختام طبعا نريد أن نقول لك وركة عمل في هذه الورش نتعرف عليها لعلم نتعرف عليها مع المشاهدين وركة العمل هي عن جيولوجية المدينة المنورة والصخور التي فيها والأودية والمياه الجوفية وكيف تكونت وكيف نشأت هذه المرشة وفيه بعد ذلك طبعا ورقة عمل الدكتور رشاد مفتي عن الحرات بصفة عامة أكيد فيه توصيات بتخرج منها من خلال المحاضر نعم بإذن الله بعد الاستراحة الثانية بعد صلاة الظهر سيكون فيه لقاء مفتوح مع المسؤولين وتوصيات بإذن الله جميل لعلنا نرى أهمية هذه الورشة في وقتنا الحاضر أهمية هذه الورشة هو التخطيط المستقبل لمرعاة الأشياء الموجودة في الحر الانتباه للمياه الجوفية الانتباه للتمدد العمراني أيضا دراسة الزلزالية الحرات فالحرات هذه وإن كانت هي تظهر خامدة لكن لها فيها نشاط قليل أو بسيط جدا زلزالي يتبع هذه الحرات فهذه هي أبرز الهدف هو دراسة حالة الحرات مخاطرها البيولوجية الهزات هل فيها هزات ما فيها هزات هل رح تشكل خطر المستقبل هل تستدحدث الثورات البركانية فيما بعد وهكذا هدف علمي هدف علمي إن شاء الله هذه الورشة تحقق الهدف المنشود منها كل شكرا دكتور عبدالله عمر على هذا التوارد شكرا لكم الله يحفظ شكرا لكم زمناء عبدالعزيز وبنان طبعا كنا متوجدين هنا في ورشة عمل عن الحرات والمخاطر البركانية بمطقة المدينة المنورة والتي تنظم برعاية من طبعا معالي مدير جامعة طيبة ومعالي مدير جامعة الملكة عبدالعزيز من هذه الأجواء طبعا نودعكم من هنا من المدينة المنورة وعودة مباشرة لستوديو الصباح السعودية في الرياض وللمتألقين عبدالعزيز وبنان الصوت والصورة لكم ترجمة نانسي قنقر